أنا عزاكو أنتو عارفين دلوقتي حكاية إنو الشباب بيتطلقوا كتير قوي كتير كتير وأكيد حصل في حوالينا طبعا كتير طبعا كتير أنتو رأيوكو إيه بقى؟ واحد واحد كده يقول لي رأيو في الحكاية دي مواضيع طبعا معلش ما أحترمني حضرتك الزمن اللي إحنا فيه ده خالص مختلف عن الزمن اللي فات خالص وجزئه كله مفيش مقارنة بين الزمن اللي إحنا فيه ده واللي فات في إيه؟ في كل حاجة في التعامل مع الناس ما هنش الزمن اتغلح عليك أنت كمان في قلة الصبر مفيش صبر حتى معلش ما أحترمني حضرتك الزوجة تستحمل ظروف بيتها أمور بيتها مفيش صبر لأ أنا مش شايفة كده خالص يعني قال لي حاجة بتحصل في أي بيت دلوقتي الست ما بتتحملهاش فأنا مستغربة الموضوع ده الصراحة حتى رغم أنك أنت مريتي أنت مع زوجك مرينا بظروف صعبة كثير ومشاكل كتير بنقدر نعديها و يعني اتدبري أمورك البيت نتدبري أمورنا بقال حاجة وأكثر حاجة ماشية فيه بنمشي مفيش بنمشي ومحدش برضو يعرف عننا حاجة طب اديني مثال لشهر الدخل فيه كان معدوم وانتي هو عارف الكلام ده وانتي عارفة الكلام ده وما بتقولوش لبعض كده لكن بتتصرفي ازاي؟ والله بتقضيها ازاي أكل وشربه ماشيين ببركة ربنا لأن ربنا معانا في كل لحظة الحمد لله أنا عماتا ما بخدش مصروف هو بيجيب كل حاجة وبيديني برضو فلوس من الشغل ما احترامول الحاجات كأن كأني واحد انا مش مش اقول شغالة لأ كأني واحد شغالته بحل وبياخد يومية وبيديني وبيجيب كل حاجة للبيت طب مش اغاليني الحكاية ازاي عم محمد؟ أنا وهي بس أنا وهي بس كل حاجة مكارونا بنيه هو بيقلي بس أنا بقلي بس هو بيقلي بس أنا بقعد على الألهية عشان دراعي الليمين وتعبني بقعد على الألهية بقلي بالشمال وعبلش الدوشات وهي تغلب وحمد الله على كده ما عنك حد يعني ساعدنا حتى في غسل موعين ما فيش ما بخدش حد يعني تتكلم عن نسبة الطلاق صح؟ نسبة الطلاقة نعرف ناس واحدة بتاخد 300 جنيه و 400 جنيه يومياً وعايزة تطلق ومش عارفة تماشي أمورها ليه مش عارفة تماشي أمورك؟ لما أغزم عليش يعني أي الحاجة غالية؟ غالية ماشي مش مشكلة بتاع البطاطس عدة جيبي خمسة كيلو بطاطس رفيعة خمسة كيلو بطاطس كبيرة قلية وحطيهم عندك في السلة بتاعة الحاجة اقلي بطاطس وفعاصي بطاطس مهروسة بطاطس مهروسة بالتم بطاطس مهروسة بالزبدة بتنجان ماء دي مساقعة أكل شعبي أكل فيه ثلاثة أيام مهمنيش ماشي بيتك على كده اه ايه معنى 300 جنيه مش عاجبينك تم انا ما بسيبش فلوس اهو وبجيب البطاطس أجيب الحاجة في البيت وها تعمل بتكلم يعني ممكن يا ستي الظروف مش مش مزامعة معاك هاتي نص كيلو بنيه للعيال نص كيلو بنيه هيرمي معاك وحلة مكارونا كل واحدة ياخد طبق وحلة بنيه حلوة كده مش وقت صلطة كلفت مج جنيه نص كيلو بنيه بسبعين جنيه ولا بثمانين جنيه مش وقت مكارو كيلو مكارونا بعشرين جنيه مش حالك يعني مش حالك الامور ممشي الحياة صعبة فعلاً بس عايزة يمشيها بس عايزة يمشيها كله بيمشي انا اعرف شباب يقولك لا ماكلش عاسي ماكلش نبت ماكلش مساقعة ماكلش بطاس المهروسة ليه عم في ايه هل انتي معتقدة انه عدم الخلفة ساعد في انكم تقدروا تتخطوا المشاكل الصعبة لانه طبعاً فيه ناس كتيرة الخلفة معطلاها انه يخلف خمسة وستة وسبعة ولايس بيهم دلوقتي انا ما عرفش والله بس احنا بكرر الناس يعني بس احنا بس احنا بيجي علينا ظروف صعبة بنقول الله يكون الفيوان اللي عنده عايزة بس لكن احنا مثلا لما نروح نجيب بحاجة غالية وبتاع نقول الله يكون فعون صحاب العيال ايه ظروف فعلاً صعبة لكن احنا احنا مشينا انا عن نفسي ممشيها اه اه والله العظيم اللي موجود في البيت بكله انا ممكن اقوم يا معاغزة مفيش الله طبيخة ساقاً طبيخ واكل الحمد لله انتو قلقانين من ايه انا مش قلقانين من حاجة من اي حاجة كل ما معاك ربنا ما تقليش اه زي ما ربنا معايا وقلق بل اسم لا بي ربنا لا بني أس من رحمة ربنا اه الحمد لله عندناش حيطة القلق دي خلاص من بكرة ام عاشين يومنا بيومه ام وربنا كتبهونا هو لا يكون الحمد لله انا مش قلقاً طوما فكرتوش تزوده وتعني تعالوا مستوى الشغل بقى ما بيومه لا لا ما ندارش ساترها ومشيها لوق سننا ما تسمعش لا يعني احنا بنعمل شوات البنيم بالعافية حلو قوي بنقول ربنا يديمها نعمة بس بنعمل شوات البنيم بالعافية قام بيومنا بنجيب مصارفنا بنجيب جاربتنا بنجيب غازنا والله الحمد لله على كده لكن اكثر من كده نعم مش أنا قدر والله أنا تعبار عليه والله الناس كتير عارضوا علينا محلات بره رب فين ما نفعش احنا شايلين بعض اه وما بنحبش حد يخش بينا اه حتى لو صنايعي ما هو واضح كده انه العلاقة دي نجحت لانه ما كانش فيه دخلاء خلاص لا 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 فأي حاجة شغل في جواز في بيت فأي حاجة حتى لو انا دخلت واحد يساعدنا هيبوز اللقمة بتاعتي اه يعني اللقمة بتاعتي الناس كلها بتدربيها المسأل لو انا دخلت حاجة يبوز ايه اللقمة بسيطة اه بس نجيفة هيبوزة اللقمة بيتي يعني كستة عاملها في البيت طيب أنا عايزة منكو نصايح اكيد انتو حواليكو ولاد اخواتكو بتاعف شايفين الأعمار مختلفة عايزةكو تنصحوا الشباب كل واحد بطريقتو يعملوا ايه علشان حياتهم تبقى مستقرة اكتر وما فيهاش الزعبيب الكتير قوي اتصبروا الرضا الرضا بأي حاجة ربنا يدهالك هو دي النعمة الكبيرة ربنا منعليك بيها وماش تكوش وماش تكوش شكوى لغير الله ما زالة امور بيتك تمشيها بينك وبين جوزك وورا باب بيتك ما تطلعيش سرك اه وورا باب بيتك ما تطلعيش سرك هتلاقي الحياة جميلة وماشية ومية مية وانت يا أستاذ أحمد الراجل بتنصحه بايه يأكل موجود في البيت ايوه والله احنا مرنا احنا احنا جيلنا مر بظروف مشابهة لدي جدا وكانت أمي يعني تتفوق جدا في التدبير والتدبير ايوه طبعا ما احنا تعلمنا من أهلنا كده اه وازاي الأكلة تمر من غير ما يبقى عليها كمية الحزن والأسى والهبل كمية جميلة وزي العسل اه وانصش باعتي خلصنا خلاص لكن ده مش موجود دلوقتي خالص مش شايفاه احكيلي يا أستاذ أحمد تنصح الشباب بايه؟ واحد يسيب بيته ويروح يقعد السرمح ويسرب بالمياد بره وفي بيته مش عايز يديله خمسين جنيه اه 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 ده بجد ما مش عاجبني أنا مش عاجبني الوضع ام مش عاجبني الوضع لا أنصح الناس تمشي مظبوط ام وتستحمل شوانا وتستحمل يعني الدنيا مش ام مش قفش كده وخلاص ولا واللي احنا فيه ما حدش فيه بس مستحملين ام انا مستحمل له الحمد لله وراضي بالأسامني عايش في قط في قطي قوضة ام والله العظيم كإني قصر فالواحد يردب الأسام له بيه ربنا وما يبصش للفوق يبص اللي قال منه عشان يرتاح بس ام انا سعيدة بيكو قوي ربنا يخليكو أنا أسعد والله العظيم وأنا مبسوط مع حضرتك دلوقتي انا لو جتلكو ما تضيفونيش أنا عايزة في الحساب لا 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 احنا ندفع بس اعمليلي مكارونا وباني حلوين طيب أنا قلت لهم ما أجيب لكم مكارونا وأنا جاي وبانيه والله العظيم لا احنا لا احنا نيجي ونقف زباين حضرتك كنت تتنور الدنيا كلها والله أنا بصي أنا متطمن عليها أنا متطمن عليها اه أنا لو جرالي حاجة أنا متطمن عليها بعد الشر ليه متطمن عليها إن هي ممكن تاخد معاش أبوها اه معاش أبوها قامت سلاف أربع تلاف هتعيش ام بس وأنا كدها الحمد لله مش مهم أنا لو أنا بقى هي ماتت أنا هلوس يا حبيبي لا بعد الشر عليكو بعد الشر عليكو يا رب لا أنا هلوس أنا معرفش أعمل حاجة هي بتلبسني الجزمة بتلبسني الشراب بتلبسني هي كل حاجة يعني إيه ستة انت يا انت عملة تتدلعي وانت أحدى اه اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم الكود على watch.com